اسمع ان فيه انواع من العجبان يا احمد ممكن ترفع عائل صغير والطربية. ترفع. ممكن يأكل ولو خيلي بيه. يأكل. عندي في البيت ما هدته ولو بينزل على تعالب. ينزل على ديابة. النوع ده اشرس انواع السؤور. نزلته على دياب كانوا يأكله. السلام عليكم ورحمته الله. حلقة فريدة من نوح عفضل الله تعالى. اول مرة تشوفوا الالوان دي انا على القناة عندنا. منورني النهاردة اخويا. عمد احمد الحاوي. اسمي غانى عن التعريف. بفضل الله جاب لي معا الصغر دوان صغر العقاب. النهاردة بنتكلم عن صغر. من اشهر واقوى انواع السؤور في العالم. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. نوع العقاب ده يا احمد. اعرف اللي. اشرس انواع العقبان وباذن الله او عيتيبر تحت الايجل على طول. الله يبقى. معايا اخويا برضو بنوارد النهاردة ادهم. بس مستك التلفون برضو اطلع معنا. معنا اخونا احمد حركة. النهاردة الحلقة بتاعتنا عن العقاب. قبل ان نبدأ حلقاتنا. لا تنسوش تفعلوا جراس الاشتراك وتتاكروا من تفعيل زر التنبيه. لايكوش لو بعجبكم محتوانا والحلقة قوية جدا بفضلاتها مع اخواتنا اللي مش قرروا في لنا. العقاب دوا عشان في ناس كتير تكلمتني يا اسلام احنا عايزين نجيب عقاب. احنا عايزين نربي عقاب. انا بفضل الله هقول لكم نصيحتي ومين اللي برضو كل اخواتنا على دماغنا من فوق. بس قلوكم احسن الاسماء اللي تتعاملوا معها بفضل الله تعالى وكل اخواتنا على دماغنا من فوق. والحلقة برضو عنا العقاب هيشارك فيها برضو معايا اخويا احمد الحاوي. ويا رب الحلقة هيجيبكم اللي حابب يربي الانواع ديا من السؤول يا زي من اخطط. قربوا كده علي كده يا دهوما. ما شاء الله لو حضراتكم ملاحظين هتلاقوا الله اكبر يعني بصوا البنية نفسها الله هو اكبر ما شاء الله لا قاتل الله بالله. بصوا يا جماعة. بصوا بصوا. بصوا المخلب عامل ازاي يا جماعة? طبعا هو عامله تلت تلت مخالب. بس المخلب بتاعه اكوة من الالات الحادة. يعني لو قفاش في فريسة خلاص. بسم يرحمه. ما شاء الله. لو هتبصوا عنده يا جماعة هتلاقوا بصوا عنده ودنه وعنده كل حاجة وعيون. البصر عنده حد جدا ما شاء الله وقدي لهم كده ادم. وفيه شعر كده مغطي الودن برضو. الانواع دي هم من السؤور من الانواع الجميلة جدا للي حابب يربيها. بمعنى ان اللهم صلى الله عليه وسلم الحال على الانواع اللي زي كده بتوصل لاطوال جميلة جدا. يعني ممكن يوصلوا معك لحد تسعين سنتي. فردت جناحينه بس لو فرج جناحاته كده بيوصله لحد اتنين متر. يعني طول وحجمه ما شاء الله مناسبين جدا لأي حد بيغوى انه يربي انسؤور كبيرة الحد. بس في حاجة اسية برده هنقولها ان العقاب ده مش هينفع العائلة صغيرة او حد مبتدئ. عشان تبقى معلومة ان ده لو مسك عائلة صغيرة او مسك حد مبتدئ مش هيرحمه. اه. العائلة صغيرة حد مبتدئ. عايز حد مبتدئ. يبدأ بحاجة صغيرة. خشريوس. يبدأ بحاكرية. يبدأ حتى انها صغيرة. كبير ما ينفعش انهائي. حاجة زي جديد لو مسك حد كبير. بس يا جماعة حتى هو. مش هيرحمه. على نفس هو صاحبه. اللي يتربي معاه في البيت. مفيش. الله يباك. ويتربي كلها بس ما ينفعش خالص لعائلة صغيرة. طبعا بيدر بيه المسأل في البسالة وفي الجراءة ويعني حاجة جمدة جدا ما شاء الله من افضل واقوى الفصائل المعروفة في انواع السقور طبعا السقور فصائل كتير جدا من اشارها العجبان. وفي منه انواع كتيرة. صار كده يا احمد? طبعا كتير. يعني في منه اطول. في اطول وفي اكبر وفي كل حاجة. وفي الاسرع وفي يعني كل نوع وليه مميزاته. بس ده هو من اشهر العجبان اللي ممكن حد يربيه عندنا في مصر وطن عربي. والحاجة زي كده. الحاجة المحترمة زي كده تلاقي عند اخونا احمد الحاوي. مشرفنا طبعا النار ده وبرضو موجودة عند اخواتنا التانين برضو اما على دماغ من فوق. ولكن احمد انا عن تجربة شخصية من اجدع واحسن الناس اللي ممكن اي حد يتعامل معاها. وبيتعلها في شغله. كلموا بانتا عن تربيته يا احمد. او يا كتربيت طبعا بيهتاك على الوقت دس. لو جوانتي زي كده بس زبعا جوانتي ده خفيف. بس عشان ما فيش جوانتي جيبنا ده. مهم? عشان ما يعورش الايد. لازم برضو زبوء نديف. صبوء محترف. لو زبوء نديف ده برضو ده زبوء اي كلام شوية بس بزبط له زبوء نديف. طبعا زبوء اي كلام بيبوز رجله زي كده. طب بيشير ريش في رجله. اه العقبان طبعا حاجة شالسة مش حاجة هادية. طبعا زي ما شايفين اهو. انا اي ده اهو عايز اكل اش. ده كده بيكفخ. بيكفخ يعني لسه بيزبط ايه? بيزبط الوقفة بتاعته. تمام? لتدريب. بيتدرب ده من امهر بفضل الله تعالى افضل انواع السؤول اللي انت ممكن تدربها على الطيران. وانا اقول لكم بالتفصيل ازاي تدربوها كمان في حلقة النهاردة. تمام? ده اللي بيعنيه ده اسمه بيكفخ باللغة العامية. وبلغة السوق وبلغة المربين. تمام? هنتكلم عن اه الاكل بتاعه اول حاجة. انا هنمشي خطوة خطوة. علشان اللي بيربي يعرف هيعمل ايه من السفر لحد اللي احتراف بفضل الله. نصيحة نصيحة اخوية. لو انت بتفكر تربي سؤور عليك بالعقاب. لو انت نوع انك تحترف. طبعا انت بتبدأ بحاجات تانية زي سؤور الشرياص. دي ان للمبتدئين هي الافضل. اه الانواع اللي زي كده البداية ديعا عشان تتعلم فيها. واسمك يعني بتجرب لو انت لسه مبتدئ. وفي نفس الوقت انت برضو في كده حالات انت لازم تحفز على الحيوان عشان دروح انت تسيل عليها. بس عشان توصل لمرحلة العقاب. لا. يعني ما تاخدهش على طول. لان دوان حاجة ما شاء الله وريلهم كده. يا هدهومة. يعني حاجة ما شاء الله مش اي حد بتعامل معه. ما ينفعش عندي مبتدئ. انا قولها تاني. وما ينفعش لعيل صغير. عيل صغير مش هيرحل ومش هيخليه سايمه وناس كتير قوي تصابت. بسهل حيات زي دي كده. فده ما ينفعش انهائي لعيل صغير. هينفع يا عيل صغير لحد اللي هو جسمه مفاهم هو بيعمل ايه? عيل صغير لا هيدمره. عشان نبقى فاهمين ده. عيل لكم بقى برضو. العقاب يعني قديم ادم السنين. تمام? ومن اكتر الناس اللي شهرت بتتعامل مع العقبان وكده اه اخواتنا العرب طبعا. وفيه قبائل شهرت بالنها بتتعامل مع العقبان والسقور وكده. وبيتعمل لها مسابقات. وفيه مسابقات بيبقى لها جواز نجدية وجواز برضو معنوية. للي مسلا اه الصالب طاقة بيكسب مسلا في مصابة طيران او غيره. هنتكلم واحدة واحدة النهار ده معنا اخونا احمد لحوم شرفنا. وبرضو اه اخونا قدم واحمد حركة يطلقوا معنا برضو في الحلقة. بس احنا ماشيين ايه? واحدة واحدة علشان برضو حضراتكم تبقوا معنا على الخط تمام? وبفضل لا يعني ما ما فيش معلومة بضيع كده. تمام? الاكل بتاعه بيكل اي حاجة. يعني ما شاء الله تدلو لحوم فراخ. بس هيكل لحوم فراخ. ما ينفعش رس. ما ينفعش جلد. ما ينفعش كبدد. وما ينفعش مصارين دي ام حاجة. ما ينفعش برضو تقول فراخ. هتاكل اكل بنية اكل اجنحة اكل اوراك. دي لو في الفراخ. او قد يديلو فراخة كاملة عايشة وهيكل فلوة عايزو. غير كده ممكن تقولش تأكل ارانب. اسمي حدد على ارانب. غير كده برضو ممكن تأكل كتاكيت. غير كده برضو ممكن تأكل تعالب. ده ده ياكل تعلب. مش هيقول لا ده ياكل تعلب. ياكل آآ سقر زيه النوع دوت غبي. ده النوع ده بيفهمش. ممكن ياكل سقر نفس النوع او اي نوع سقر تاني بيرحمش. مهما حصل. النوع ده اشرس انواع السقور. اعتبر اشرس انواع السقور ما هو حصل. بص بقه يا جماعة. بص بقه. ده ما بيرحمش. ده بيرحمش نوع ده بيرحمش. مسلا اطير جارح زيه بس اقل منه في الحجم. ممكن ياكل اكبر منه في الحجم كمان. ما شاء الله. اي حاجة هتيجي على سكته. زواحف. طيور. اه اي حاجة بيهاكل. يعني ما بيقولش لأ. وطبعا زيبان من مميزاته حجمه ما شاء الله. وزكي وبيفهم في التدريب بسرعة. تمام? كمل يا ابو حميد. اه زيه برضو اي عقابة او اي سقر. زي ما قلناك تربيته. تربيته طبعا بيوقف حاجة على الحاجة اسمعه واكر. اه الواكر اللي بيوقف عليه في فرق بين واكر السقر. فرق من واقر للعقاب. واكر العقاب �ت عجايز هيما يمد وارها والرفياة اللي هو بيقفل عليها رجله. وقر السقر عجلة وحاجة مفروضة. hay uma招axor. طبعا فيه هايوب اللي بتيجي للسقر. ييجي يقب زي ايه? ممكن نجيله неوكاسل. نيوكاسل بتجي. اللي تنضافة. اللي تنضافة دي بتجيب لها نيوكاسل دي اللي تنضافة او اكل الكبد اكل الحادق ولاها بتجيب بيتسبب الوفاة. لو بيعمل زياروشة للحمام دي هيعتبر اسمها ليه هو? بيخال ليه لو هو يجيله زياروشة يموت بعدها بيومين بالزبط. طبعا لازم النظافة. بعد النظافة بتعمل بفورمالين او بتعمل الكحول اي حاجة او كرول اي حاجة لها عشان تنظف في الارضية بيحشل لو فيها اي ميكروبات. اه برضو. اشان خلوا بالكم يا جماعة. خلوا بالكم المعلومات دي وكتبوها. تمام? عشان اللي بيربي عقاب يبقى عارف ايه اللي ممكن يضر الاقاب وانا ما اعملوش عشان احفظ عليه. واقابه سقر مش واقاب بس. والاقبان ما شاء الله بتعيش. تمام? حاجة تانية ما ينفعش تأكل حاجة مجمدة قوي. المجمد ده بيتعب. المجمد ده بيأزي الكائن نفسه. جير كده برضو انت ممكن تأكل برضو اي حاجة. اه بس الاف ده ما تأكلش الحم حمرة. هتأكل اكل الحم بيضة. عصافير بقى امام اي حاجة الحم بيضة يا كلها. تمام? ما ينفعش خالص نستمر على الحاجات الميتة لها زي الوراك والاجناحة والكلام ده كلها ممكن نخلوش ايه حاجة جانية. عشان ما جبلوش مرض لقدر الله ولا حاجة. حاجة ميتة انت مش عارف ميتة ازاي? انت مش جابلك. نحو عامل لها مرض تأزيه هو شخصيا. فلازم طبعا نعتمد على حاجة انه هتبتح بالاكل ايه بالزبط? والحاجة دي تكون حاجة حلوة. بحاجة زي كده يعني اللي بتعامل معاها صقارين محترفين. بحاجة زي كده ده ما شاء الله يعني اللي بيقصص لانه يعرف ربي صح ويدربه صح على درجة المحترف. فانا هكيد لازم التعامل معاه يبقى التعامل صح. انا بفضل اكلمت احمد الحاوي جاب لنا النهاردة العقاب. تمام? زي ما الله بنحسى الناس اللي انت ممكن تتعامل معها حضرتك او حضرتك تمام? وطبعا حاجة زي كده وماشاء الله ما دي ينكميتها عالية تمام? لازم تبقى رعاية كوية سلية. طبعا باقي التربية احمد قال لكم كل التفاصيل بتاعته كده تمام? المخالف بتاعته زي ما قلنا ما شاء الله جامدة جدا فمش اي حد خش كده عليه ادهم. فمش اي حد يفكر يربيه المخالف بتاعه ما شاء الله عامل زي ما يكون على حده تمام? فمش اي حد يتعامل مع العقاب زي كده يا جماعة لازم يكون واحد كبير وفاهم قال لانا والعقاب ده هما التصوير العالمي تمام? هتقرب كده على الطير من مميزات الطير زي ما شفنا هو اصلا تحسه شخصية وكرزمة كده مع احمد الحاوي تمام? في لو هو في التبيعة بتاعته لا حاجة ما شاء الله تتفرج عليه وهو طايره تتفرج عليه مثلا وهو على بعد ارتفاع حاجة ما شاء الله كمان لو انت جربت تدربه او انكدت الطيارة ويجي لك تاني انت بتعيش متعة مش هتشوفها في حياتك يعني الا نادرا انا شفت الكلام ده اول مع الاساس ميدو قبل كده طيارنا عقاب وعلمنا ازاي ندرب العجبان في حلقة اجندا جدا بارجعش فيها متصارة على القناة ازاي تدرب العجبان. وبرضو النهاردة طبع مع كامل احترام من الاخو ياميدو ايهاب انا فيه كم معلومة وكل سقارين مصر. تمام? في معلومة انا حابب اضيفها ازاي ندرب العقاب تمام? وهي من سقار محترم. فانا حبيت اشارككم برضو بالموضوع والتجربة للي حابت. تمام? قبل ما ندخل على موضوع التدريب? زي كده مسلا العقاب وانا باخده وباشتريه. هنسمع من احمد اللي حاول ان هو اكتر واحد هيفيدك في النقطة دين اخد بالي من ايه وانا باشتري عقاب? تاخد بالك من ايه اللي هو على حسنة اللي تاخد العقاب. لهو سعره غالي يعني العقاب ده اقول لهو عامل خمس سلاف جنيه. عامل سلاف جنيه دي لو سعره تاخده اللي هو ريش سليم. مام ريش سليم اين سليمة جسم كله سليم مفوش خربوش. لهو كلام. تاخده طبعا لو سعر خمس سلاف جنيه تاخده بتلات تلاف والفين ونص وكلام ده كله بيكون اسمها اللي هو اتهرأ. اتهرأ دوت لهو ريشو. وقع الكلام ده كل بس اهم حاجة في السقر يكون ريشو. لازم يكون الريش سليم. ده افضل حاجة. ريش متقطع وكلام ده كله بيكون ارخص بس مش بيكون حاجة احسن. تمام? اه ده بقى واحد يقوم بربية فرخة. ما معناش اي لازمة. السقر تسقر. والحوام حوام والعقاب حقاب كل حاجة لقى حاجة. ده ما ينفعش يتربى في البيت لو حاجة زينة. انت شايف برضو ما شاء الله برضو ايه الحاجة تحسها? يعني ما شاء الله فيها سنة شراسة. يعني اللي هي منتبه معاك وبتلعب ده انت كده هتاخد الحاجة بصحة. ده من الزينة. وليسة وانت متطمن عليها. ده مش شقر زينة مش شقر زينة عصفورة يتربى في البيت وقفت عصافيره كلام ده كله. ما ينفعش يليش وهايبوز والدنيا هتخرج. ده ما ينفعش وقفت عصافيره كلام ده كله. تمام? اه هتربى السقر برضو ربيه تربية حلوة. وكر وسبوق وبرقة وكام ده كله برقة حاجة برقة. حاجة برقة ندير. اه ما ترخص البرقة وما ترخص السبوع. ما يغرقش حت الجلدة فيه جلد السقر حاجة من بحب تلاتين. فيه ده السقر العقبان مش اقل من تلتمية جربة مية جنيه. ده فرق بين جلدة لجلدة. تمام? فرق بين حاجة لحاجة. السقر طبعا لازم يكون كتربية تربية ممتازة. قد شري الشري الحاجة قدامك نديفة. مفيش حاجة اسمها الشري حادة عشان تبقى حاجة حلوة. الشري الشري حاجة شارسة. والحاجة حلوة احسن مت مرة. هيفرقش ربعا ازا كان الحقاب ده سنه صغير سنه كبير. كلام ده بيفرقش. السن مش بيفرق في بس هتربي ربي صح. هتربي ده ربي ده من الزينة. لازم تطيره وتجيبه. كلام ده يقوله ده دريب. هتربي زينة ما تربيش حقبان. احنا بنتكلم دلوقتي في برضو اه في برضو ازاي اه يعني تخلي الاعقاب كويس معك والسقر كويس وانت برضو متطمن عليه هو عندك ان لو قدر الله ما اتجلوش اي امارات من اهم العاون برضو هي حاجات بسيطة جدا والله جماعة. يعني احنا دلوقتي مسلا في شتر الدنيا برد شوية. برضو لو انا عرفت على الدماغ ده ربي دعمني اللي هو البارد. وان انا ادف فيه. ابقى كده عشرة على عشرة. تمام بقى كده عملت حاجة برضو ممتازة. واتطمنت على الاعقاب عندي. لو انا في الصيف الدنيا حر موت ما سيبوش في عز الشمس. بقول لا اصلا هو كده هيتعام. لا حرام علي. فانا الحاجات البسيطة ديا بتطمن على السقر والاعقاب معايا. وطبعا احمد اه كلمكم عن الاكل بتاعه وانا احلى حاجة واسهل حاجة لحوم الفراخ بس اخل منها العظم جماعة محطولوش العظم فيها. وطبعا هو بيبقالو اه مقدار معين في الاكل يعني انا مسلا اه محطولوش اكله خلاص. ده بيبقى مقابل الجرامات اللي هي وزن جسمه. يعني انا بتديله اكل معين على حسب هو يعني اه الوزن بتاعه قد ايه. مش فرحة لاحنا نسمنه. كده اتا هتسمن السقر بتخليه اللي هو بيتعب نفسيا وبيتعب اصلا جسمانيا. لو بياكل السر لو عكلتو هيكل. وليه كل تفاصيل كتيرة جدا. تمام? احنا اتكلمنا النهاردة عن العقاب. ومعلومات كده يعني ان شاء الله تكونوا استفدتوا بيها. ومكملين بفضلها تعالى قالوكم نقطة. نقطتين. تمام? مهمين جدا. اللي بيفكر يفرق العقبان عنده في البيت. الموضوع ما الصعب ولا الموضوع مستحيل. تمام? وما فيش حاجة اسمها مستحيلة. بس ما عندناش الامكانات هنا في مصر. ان شاء الله نقدر. محمد صلاح قدر. محمد صلاح قدر وتلع من هنا. وبقى لعيب عالمي احنا كمان نقدر. ما فيش حاجة اسمها مستحيلة يا جماعة. وهقول لكم معلومة. وانتوا خلوا الحلم جواكوا واشتغلوا. اللي بيحب العقبان ونفسه. يعني مسلا زي ادهم اخويا بيرب سؤور. واكيد عنده حلم. فالعقاب زي كده بيتجوز. تمام? ما فيش مشكلة. هو في الطبيعة. معاه ممكن يبيد لحد اربع بدقات. تمام? اه الله ما صلى على سيدنا محمد فترة الفقس. بيتكون في حدود مسلا اربع سبيع. اسمع ان العقب برضو لما بيفقس بيتكون الاطفال اللونها ابيض كده وعلى شوية نقاط بونية. تمام? ولكن هو من اجمل السؤور اللي ممكن حد يربيها. كلمهم يا احمد عن سعره. سعره عن متن بيوصل من اول خمس سلاف. ممكن يعني من من تلات تلاف لغاية خمس سلاف. الله ينور عليك. طبعا بيفرق حاسب هو كنت لقى الفين جنيه كمان. بس طبعا بيفرق على حاسب بريشو. وحاسب اممكانيات السقر ووزنه وهل دكر ولا نتايا. طالما دكر. طالما انتايا سقرها بيزيد. الدكر بيبقى نص ده كده واقلب حاجة بسيطة. الفرق بين الدكر ونتايا احمد. الحجم. ازاي بقى? الحجمي طبعا الدكر ده ببقى هيكبر صغير نص ده. دكر بيفرق بين ده الحاجات دي وبيفرق وزن برضو. وشها راسق احسن حاجة في كله النتايا. النتايا الحجم وكل حاجة. اسأل احمد برضو كام سؤال برضو بسماء من اخواتنا وفيها اسئلة مني بما اني رب الحاجة دي الاول مرة. بعد ازنك يا وحميد. اه اسمع عن الريش بتاعه وبقولك بيحافظ على حرارة بتاع الجسم. اه طبعا. دي معلومة حقيقية. اه. الله ينور عليك. اي كائل ريش وبيحافظ على جسمه. وادنه فعلا فيها ريش والكلام دوان. عشان يبعد. اه. وادنه مغطية الريش. الله ينور. اه. وادنه متغطية في النص الراس. انا مسلا ما ربيع عندي. تمام? انتوا قطيلي حطي له مسلا. الواكر. الواكر والحاجة بتاعته. في احيانا السقور بنلاقي رجليها فيها رجالها. ده حاجة اسمعها سمار. سمار ده السبب ايه بس انتوا يتوقف على حاجة طبعا انت لازم توقف على حاجة مش ناشفة ناشفة لها خشنة. هو الافضل على جزعي شجرة وبتحط عليه حتة اتنجيلة. عشان ما يبقى لاش يجيله سمار. ولازم يتير. لو ما طارش هيجيله سمار. لازم طيران. ولازم هيطير كتير. مش طيرانة له اي يوم في الاسبوع على كلام داخل. لازم يتير عشان لو ما طارش هيجيله سمار. لازم ينفس على النفس. لازم. الله ينور عليك. طيب في النقطة دينا انا بسألها. ولا حاز على زي ما في ناس بيتقابلني بالسوق بتقولي الاسئلة اللي انا بقول هادية. الحاجة اللي بتشرب مية ولا لأ? طبعا لازم اشرب مية. اي كم يشرب. في ناس ممكن يقوللي ان ده بيشرب مية بيشربها لو هو الدم. لا ت evol Remote بيشرب مية مية بس خفيف. طبعا ما بيشربها الزي. ما بيشربها الزي. ما بيشربها ممكن في ازازة اله الوكالة. او في كباية. ممكن اللي كنت اجيبة권 بوقع وبيشربها. ممكن برضا في نفس الوقت البخاخة بترش على وشه وبالبخاخة ويشرب الماء دي كلها. اسمع ان فيه انواع من العجبان يا احمد ممكن ترفع عائل صغير والتربية. ترفع. وشفت فيديوهات لحاجات شفت فيديوهات بان فيه عجبان بتشيلح اطفالة صغيرة وبتربية. هو بقى النوع ده ممكن يعمل. ده يعمل كده. والنوع الاساس بتاعه لو اسمه جلجين ايجل هو اللي يعمل. تخصص كده. هو اصلا النوع ده من فصيل ده. الله واضح. ده يعمل. مش هو ممكن ياكله لو خيلي بيه. طيب حاجة زي. حاجة زي كده ممكن يحصل معي على الحوار ده في الاسر ولا الاسر بيقى تانية. لا الاسر طبعا بيتعابل على بيقى تانية خالص. طب انا عدت من جنبه قدت من شؤال قدت الرخم بتاع ان انت عادت. ده انا هيكل. وقلت اللي خلي بالك لا يقفشه. طبعا دوت انا عندي في البيت مهدته لو بينزل على تعالب ينزل على ديابة انه ده اشرس انواع السقور. حرفيا ده. انا عزلكم احمد حكالي نزله على ديب. نزلته على ديب كانوا اكله. وكنت بنزلها لحاجات تانية كتير كالها. الله ده بيقولش لأ الكائن ده بالزاب بيقولش لأ بيمسك اي حاجة بيقولها. ما بيقلش. هو انا نفسي كان لبناء ادم اهو نفسي يقولني. حاجة من افخم الانواع اللي ممكن ربيها حد من الهواء من السقور والجوارح بننصح اي حد نفسه يربي حاجة يحترف فيها. ويبقى متميز فيها بالعقاب. ولكن زي وانا ده الليفل ما شاء الله. الليفل الوحش اللي هو برضو ما ينفعش عائل صغير ما ينفعش الحد يمش فاهم ان ده ايه. ده مش فرخة. بس انا مغزم شنكرنه بالشهاين برضو. لا مشنكرنه بالشهاين. الشهاين حجم صغير. بس حاجة موس. ماشي بس ما شاء الله برضو ايه يختلف عنه افضل في السرعة. بس سبعا ده ده يكسر. ما شاء الله خمسمية كيلو متر في الساعة الشايين. واسعاره بتوصل لمليون جنيه. لكن دوا ما توصلش كده. يعني ساقة فوقت ده مسلا. لا ده اكتر عقاب ممكن يوصل العشرين. اخره. فدي نقطة برضو مهمة جدا في الحالة. انه ممكن حاجة تبقى اصغر حاجة. ولكن اقوى ايه? اقوى فعالية. اقوى وجود واقوى كاريزمة. بس برضو بيفرق من داو ده. يعني ما تجيب لاش حتة شايين ارتسطات حاجة زي دي. طبعا انت تشيل حاجة وتار حاجة وده برضو هتشيل حاجة وتار حاجة كل حاجة لها حاجة تانية. الدوافر بتاعتو يا احمد ممكن اوصله له? لا طبعا ما ينفعش اللازم دوافر. اقلنا ولا عليك. لو قصت له لو قصت له يطلع تاني. ايه يطلع تاني بس بياخد سنة قل واجب. لو حد فكر يقص له الريش بتاعه ما سيقول لك عشان ما ترش واسيبه من غير الحاجات دي. كده مالوش لازمة هيجيله سمارة هيتعبها هيتقل في الوزن يموت. الله ينور عليك. افضل اكل عاكله كم مرة في اليوم. افضل اكل مرة الصبح مرة بالليل. مرة الصبح مرة بالليل. اه ممكن برضي هي مرة في الليوم لها في نص اليوم كده بقى. ادي يا ابو حميدي عالمي. ادي ايه ممكن لو حاجة زي دي ممكن ده بس سمنا سمنا اتنين في اليوم. الله يباريك لك اغلب. او ممكن سمنات راقم تليفونك. زرا عشرة اتنين واحد اربعة زيرو واحد تلاتة خمس سلاتة. صفحة فيسبوك. احمد الحاوي بالانجليزي. هتعمل تكتوك جديد ان شاء الله. هيبقى باسم احمد الحاوي بس بازن الله هعمله غريب. بازن الله شرفنا النهار دا اخويا احمد الحاوي. طيب احنا قلنا نتكلم في تدريب السؤور انتظروا الحلقة الجاي حلقة جدا مع اخويا احمد الحاوي. شرفنا النهار دا اخويا ادهومة اللي بيساعدني في الحلقة. بتلقى دي طلعوا معانا ومعانا اخونا احمد حركة. وهم كاملين معاكم. تعال. الجملة بتاعتي بقى. قرب من المايكة باشة. الجملة باشة. اللي جاي ده مر وضرب نور. الحلقة جاء عن تدريب? العقاب. تدريب الايه? العقاب. ان شاء الله تكون حلقة ادم ايه? بازن لك كون حلقة قوية جدا انت نورتنا. الله يبارك لك. طب احنا نتكلم عن التدريب بتاعه. هنبدأ واحدة واحدة. تمام? لما تجي تدرب العقاب زي كده? بقول لك لما انت تبقى لسه بادئ ما ينفعش تبص عينك لعين العقاب على طول. تمام? لان انت كده بتخش في ايه? زي تحدي معاه. وده ما ينفعش مع العقابان يا جاي. تمام? زي ما حالكم شايفين? دي الاساسيات. تمام? زي ما حالكم شايفين? لازم تبقى معاك لو انت ناوي انك انت تدرب. قريبا. شايفا. اشتركوا في القناة